مشاهدين الكرام تحولوا إلى ولاية تيزي وزو تلتحق من مراسلنا من هناك صافية إبارودان رفقت المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لإطلاعنا على آخر الأرقام والإحصائيات بخصوص الحرائق التي سجلتها الولاية وكل الولايات المصدررة بالحرائق مساء الخير صافية أهلا بك مساء الخير أهلا بك أحمد وأهلا بكل مشاهدين الكرام تغطياتنا متواصلة لسلسلة الحرائق بولاية تيزي وزو التي اشتاحتها واشتاحت مداشرها ومخلفة العديد من الخسائر سواء البشرية والمدية للوقوف على آخر المستجدات وآخر الأرقام فيما يخص الحرائق على مستوى ولاية تيزي وزو يحضر معي النقيب نسيم برناوي وهو مسؤول مكتب الإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية أهلا بكم سيد الكريم أهلا بك مساء الخير هل لكم أن ترعونا في صورة ما يحدث آخر المستجدات والأرقام تفضل طبعا آخر بضعية اللي فيما يخص حرائق الغابة يعني صباحة اليوم معنى مستوى ولاية تيزي وزو هناك سبع حرائق اللي رهي مشتعلة منها تلين حرائقين نوعا ما مهمين عن مستوى جهة واضية فيما يخص من تيزين ثلاثة وكذلك يعني شرفة وحرائق أخرى عن مستوى يعني بني دولة أو تيد محمود أو بعض القرى والمداشر هو معدل يعني معدل رقمي يعني قليل نوعا ما مقارنة بالأيام الأولى عندما كنا في تيفيليا في لي تيزي وزو وحدها فقط في ما يفوق ربعين حريق يومي حتى في ساعة متأخرة من الليل كانت يعني تتداول بين عشرين إلى خمسة وعشرين حريق على مستوى الوطني أمس يعني الحميل المدنيا من وقفة ٣٣ حريق تم أخمدها في عشرين منها فقط تزي وزو أمس أخمدها عشر حرائق عشر حرائق يعني نوعا ما كانت منها خمسة حرائق مهمة مهمة الحمد لله تتواصل العملية للجهود زيد الآن حاليا على مستوى الوطني التعوشين حريق على مستوى 13 ولاية نحن نبعيدين على الرقم الذي كان يعني يوم ١٩ و ١٩ و ١٩ أوت بتجاوزنا ١٠٠ ١٠٠٠ حريق طبعا هذه الولايات الآن قلنا تزيوزوا ١٧ حرائق عندك بجاية ٥ حرائق وكذلك عندك جيجل طرف ٤ حرائق ستيف وبعض الحرائق في عنا باقل ما عند دفلاء وحتى دويراء نرجع لتزيوزوا يعني في حاصلة وقراءة رقمية منذ ٩ أوت معدل حرائق التي لنا شعبت هي ٣٥٢ حرائق ورقم رهيب جدا نقم يعني عالي جدا ٣٥٢ موقع دنار انتلاق حرائق طبعا أكتر منها كان ١٠٠ حرائق أكتر منها مهم مهم جدا يعني العديد كتر منها اللي تم إخماده من فوق يعني مئة الحرائق أخمدت في ضرف ٦ أيام أو ٥ أيام من العمل طيلة ليلا ونهارا حتى كذلك نفس شي كان على المستوى الوطني يعني الجهود لم تتوقف ليلا ونهارا ٢٤ ساة الأخيرة نعم كانت عدنا يعني تجنيد عدد كبير من إمكانية المادية والبشرية فيما يخص عن عاون تجاوز العدد ٧٥٠ عاون حماية مدنية بمختلف الرطوب بعدها المستوى ترى والوطني أكتر من ٤٠٠٠ كانت على مستوى تيزيوز وهذا الرقم الشحينة ٤٩٠ يعني شحينة إخماد من مختلف الحجام ضيف إلى ذلك يعني كانت عدنا الدعم من الإمكانية الإخمادات الجوية منها ٣ هليكوبتر للتلحيمة المدنية ٥٠ الجيش الوطني الشعبي وطائراتين عفون الكنادر التي جاءتنا عن الاتحاد الأوروبي حتى الحقنا أنه بالهليكوبتر قاملنا ٢٥٥ رمية رمية ماء على مساوة زيوزو بجايا وكذلك جيجل أما الطائراتين عفون الكنادر في ٢٤ ساعة قامت ١٧٢ رمية هذه إضافة كبيرة يعني قامت بها الإسعافات الجوية بالإخماد التي ساعدت خاصة يعني إمكانية البرية في الأماكن الصعبة أو الحرائق الكبيرة حرائق الكبيرة التي كانت تهدد السكان تم احتواءها الآن في الوقت المناسب الآن يعني لعدة قليلة الحرائق اسمحنا أنه نسترجع عدة إمكانيات من عدة نقاط وتوزيعها في نقاط يعني التي لم تمسها النار في الحراسة وكذلك في المناطق الآن المتضررة لبداية السيطرة عن الحرائق والآن حتى المواطنين لديه الآن تقافة ويسمع النداء الذي نقدمه إذا كان حرائق يعني يهدد منطقة سكانية مباشرة إخلاء والإجلاء حتى نعمل بأرياحية ولا نقلق على المواطنين ونهاجم مباشرة النار هل يمكن نعتبر أن ولاية زيوزو اليوم خرجت من دائرة الخطأ؟ والنار في ميخوص يعني استمرها للموجة الحر هذه موجة الحر المستمر اليوم وحتى يعني نشرية الآن أتت من ديوان وطني الأرصى الجوية تستمر لغاية يوم الأحد وكذلك يعني مع الرياح يعني هي عاومة تساعد في عدة انتشار بالحرايق وكذلك عاومة تساعد في انتشار حرايق جديدة يعني الحريق لا يخمد يعني نقول حريق أخمد نهائيا إلا بعد الإخماد عمل التقليب وعمل الحراسة لمدة ساعات طويلة حتى نقول حريق أخمد نهائيا أنه فيه فرص إعادة نشوب الحريق يعني من جديد نقدر نقول وعني خرجت من الخطأ لأنه مقارنة بحسب الأرقام حسب الأرقام يعني بمعدل أن موجة الـ 15 إلى 20 الحريق يومي هذا أرقام يعني تطمئن بمقارنة بالحرائق الكبيرة اللي كانت يعني مرت نظر أنه الحاجة الكبيرة جلست على هذه الولايات وعلى المستوى الطراب الوطني لكن ما زالنا في شهر أوت وما زال شهر سبتمبر ربما في بعض الحيانة يعني هذه الشهر تكون حارة جداً هي عاوم مساعدة للانتلاق واندلاع الحريق جديدة الآن إنسان ما يقول وش خرجنا من الخطر تبقى الحيطة والحضر تبقى دايما الوقاية تبقى دايما الوعي ومصبوا يعني الرئيسين لتفادي اندلاع الحريق هذا هو الشيء المهم جداً في الجزائر الآن نجم نسعى ونتجهدوا بجنتفادة واندلاع الحرائق بالنسبة للولايات الأخرى المندلعة فيها الحرائق مثلاً كالطارف بجاية الأخرى هل الأمور وصلت إلى التحكم أمام هناك ما زالت في دائرة الخطر هي الأخرى؟ الحرائق التي سجلت هذه الولايات التي كانت خطيرة تم التحكم فيها والسيطرة عليها وأخمدت خاصة للمساولين الطرف إلى غاية ساعة متأخرة من الليل حتى بعد المتاصف الليل كانت مازالت عميلة الحراصة متواصلة للحرائق الكبيرة نفسي أنا مساول بويرة في جبل في جبل صبربر أين بعض القرى تم إجلاء سكانها خوفاً على المواطنين أنه كانت احتمالة الاختناقات وما شبه ذلك حتى كان عوناين تعرضوا لي اختناق من جراء الدخان والحمد لله رملا بس عليهم نفسي اللي كان في تنتيزي وزو 12-12 نعون في جيجل كذلك وبجاية الحرائق اللي كانت ربما تهدد بعد سكانت نقصت من قواتها حتى فيها من أخمدت سوق هراس كذلك كانت فيها حرائق مهمة أخمدت كذلك المدية آخر حرائق المهم كانت أخمدت اليوم في حدوث ساعة تقريباً المتاصف النهر تبقى هذه المعدلات البسيطة بين 4 إلى 10 حرائق يمكن التحكم فيها بحكم إمكانية المتوجدة تسمح لك أن تتحكم في هذه الحرائق لكن تبقى الخصوصيات بين ولاية وولاية تختلف تزوز وتختلف عن الطرف وتختلف عن ولاية أخرى لأن المجمعة السكنية في وسط الغابة شكراً سيدي عفو لا أعلم هل لديك أحمد هل لديك سؤال أم ربما صافية بارودن بخصوص عمليات التي تقوم بها طائرات كندا والإطفاء ما هي الولايات ربما التي ستمسها العمليات خلال الساعات القديلة المقبلة خاصة أن الجهة الشرقية من البلاد تعرف موجة من الحرائق المشتدة هل بالنسبة للولايات التي هناك تشهد حرائق اجتياح حرائق كبيرة هل هناك تدخلات بالنسبة للطائرات المروحية كندا؟ طبعاً مبرمجاً طبعاً مبرمجاً الأمس بالليكن عمل كبير على المستوى مركز القيادة فيما يخص إحصاء الولايات المتضررة من ناحية الحرائق مهمية الحرائق تم موقع الحرائق جغرافياً هل هي بالقرب من السكنات أو بعيداً عن السكنات أو بعض الممتلكات أنه فيه تقنيات الإخماعات عبر المجال الجوي طائرة الكوبتر تستعمل في مناطق طائرة الكامدار حسب ساعتها تستعمل في مناطق التي تفوق من 6 ألف لتر إلى 13 ألف لتر تستعمل في مناطق نوع ما بعيداً عن السكنات خوفاً عن ردم السكنات أو نهيار السكنات وحتى تسجيل وفاية عند المواطنين الطائرة التي تحوز عن ساعة 3 ألف لتر ممكن أن تستعمل بقرب من السكنات منها ما تقوم بعملية إخماد على علوم منخفض ومنها ما تقوم بعملية إخماد على علوم مرتفع يعني هي تختلف حسب ساعة هناك أمس أنه كانت أخبار مطمئنة في كل الولايات أن حالياً تم إحصاء كل الولايات المتضررة بحريقة مهمة يتم توجيه هذه الطائرات إلى الأماكن المتضررة لسيطرة واحتواء الحالية قبل انتشارها الآن بعد الهدوء الذي سجل على مستوى هذه المنطقة والمناطق المجورة أن كل الولايات أخذت بالحسبان لتزويدها بإمكانية جوية إذا أضطر الأمر هناك سؤال فقط أريد أن أسأله كسؤال آخر بالنسبة لسكان ولاية تزوز الكل يتساءل لماذا لم تتدخل هذه الطائرات لإطفاء الإخماد النيران الملتهبة هنا في تزوز فيما يخص طائرات الكنادر لماذا وجهت على مستوى من حدود تزوز وتوجه هناك طائرات هليكوبتر مخصصة لتزوز ومن ثلاثة حماية مدنية وخمسة الجيش الوطني الشعبي ساعة الكنادر كانت تحمل كبيرة جداً وكان هناك خطر كبير في عملية الإخماد عن طريقته الكنادر التي حتى هم تقنيين حماية مدنية أو تقنيين أجانب كانت لديها نفس المعطاية كالحماية المدنية أو سلطة الجزرية خوفاً على أن تكون هناك هدم للسكانات ومجمعة السكانية على مستوى أولاية تزوز أو قرى مدشة تزوز لذا فضلنا أن تتم العمل الإخماد عن طريق طائرات الهليكوبتر الثمانية في تزوز وطائرتين تتوجه إلى توجه وجيجل للقضاء على الحريقة المهمة لأنها كانت بعيدة على المجمعات السكانية بفضل هذه الطائرات لقد أخذتم العديد من الحرائق بسرعة نهائلة أيضاً؟ نعم 235 نرمية من طائرة الهليكوبتر 172 نرمية عن طريق الكنادر يقرب رمية في 24 ساعية كانت معدلنا قوم بها في كل موسم الصيف سنوات الماضية يعني 400 نرمية تقوم بإخماد حرائق عديدة وكبيرة المهم من هذه الرميات هو احتواء الحرائق في مكان قبل صعودها على القيمة من الجبل أو انتشارها في الغطاء النباتي أو تهديد السكانات أو حياة المواطنين شكراً سيد الكريم إذن أحمد هذا كل ما لدي من هنا ولاية تيزيوزو أخر المستجدر وآخر الأرقام فيما يخص الحرائق وسلسلة التي اجتاحت ولاية تيزيوزو شكراً جزيلاً على قصة